ورقة بيضاء خمسين هكذا انتهت جلسة البرلمان اللبناني مجددا لا رئيس للجمهورية للمرة الرابعة توالقا جلسة لم تدم طويلا كما كان متوقعا وتصدرت فيها الورقة البيضاء المشهد ورقة بيضاء لم يفز فيها أي من المرشحين لعدم الحصول على ثلثي الأصوات بسبب غياب توافق على مرشح رئاسي مشهد مكرر يعيدها واجس دخول البلاد في شغور منصب الرئيس ما دفع برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى الدعوة لعقد جلسة خامسة نهاية الأسبوع الجاري غموض المشهد السياسي يفاقب من قتامة الأزمة متعددة الأطراف التي يشهدها لبنان فالإخفاق في التوصل إلى مرشح توفقي لمنصب رئيس البلاد قبل نهاية المهلة الدستورية للرئيس عون يكرس لتكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية الأخيرة حين شهدت البلاد فراغا رئاسيا استمر لمدة عامين ونصف العام ووسط إخفاقات متجددة للبرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للبلاد يعاني لبنان من أزمات سياسية واقتصادية عميقة يأبى الخروج منها وفقدت العملة المحلية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها وأصيبت المنظومة المالية بالشلل وحرم المودعون من مدخراتهم ضمن أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية لم تشفع التنازلات التي قدمها لبنان للمجموعة الدولية في التخفيف من وطأتها أو حتى افتكاك تمولات مستعجلة مقابل ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصيوني ورفع السرية عن الحسابات المصرفية